السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد 18 شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود أيضا في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لصباح يوم الغد الساعة 23 و 24 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان القمر اليوم موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و 9 دقائق من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما إنه موجود في برج الجوزاء فالتأثير على جميع الأبراج اليوم نكتسب من هاي الصفات خلال هذا اليوم نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا كمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك طبعا ممكن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكن أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أو ممارسة رياضة مثلا أو الاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 8 و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع معني وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب أن نوع من أنواع الاكتئاب وبرضو أحلام أوهام كوابيس وخيالات وشك وغيرة بتكو تنتبه كثير تدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي انراجع طبيبنا عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لا إجراء عمليات جراحية غير الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر موجود في برج الجوزاء لغاية صباح يوم الغد الساعة 23 دقيقة اللي هو صباح يوم الاثنين لا يستمر يعني خلو المسار من الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش للساعة 3 و 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدة خلو المسار 4 دقائق فقط عمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 9 أيام في تمام ساعة 29 دقيقة صباحا بصير 10 أيام نسبة الإضاءة 73% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% القمر في الجوزاء حتى يوم 19-2 سعيد الآن بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم 23-2 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الظهر منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورا نصف الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات فوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدك تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هيك بدك تباكر لعملك وحاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق اليوم أنت بتتميز بفعالية عالية جدا ونشاط عالية جدا وممكن تسمع جوابي بيعجبك أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهم كل يوم في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لأوضاعك المالية أو تخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموهلك أو باستقرار وضعك المالي تريث حتى تتوضح الأمور ولا تبالغ بمصاريفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ابتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات فعشان هيك بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير على المستوى العاطفي أو العملي أو المالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فبنال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا وجود القمر في بيت المتاعب دائما بشير لركود وتأخير في سير الأمور حذروا من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ولا تقتلق أعذار ولا تهرب من المسئوليات والمهمات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهمش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية يعني تكون فيها بعض الخير لا إلك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ يعني حاول برضو أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحدهم أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جداً وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت انت جاهز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بدو يتقدم لإمتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من خارج البلاد أو من جهة غريبة أو يجيك بريد مثلاً كنت بتنتظره حاولوا تسهيل أموركم ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو جامعة أو دراسات عليا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ولا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك ابتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطائك لأجواء جيد للمطالبات وأيضا للحلول المالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بغسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم يشنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ابعد عن السلبية قدر الإمكان ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم عذروا من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك أو يظهر لك اليوم لقاء طارق مع أحد الإخوة أو مع أحد الأبناء قدم لهم المساعدة والدعم اللازم وهذه فترة ناجحة ومطمئنة حتى المستوى العاطفي والعلاقات الاجتماعية والهوايات كلها مميزة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهم كل يوم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم مش إنه ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية ممكن تهتم لبعض الأمور اللي تتعلق بتصليحات ترميمات مصالحة أشياء كلها إلها علاقة بالبيت والعائلة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر